اشتركوا في القناة 142 من كتاب اللغة العربية المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع ابتدائي اذا اعزائي عزيزات الكرام لنبدأ الهمزة المتطرفة الضمائر المتصلة جزم الفعل المضارع انجزه على دفتري اولا اكمل كل كلمة بهمزة متطرفة اذا ان الشتاء اننا يا مقبل الهمزة مد اذا تكتب على السطر الشتاء بدأ ما قبل حركة الحرب قبل الهمزة منصوب اذا تكتب على الالف تملاء تملاء اذا حركة الحرب قبلها منصوب اذا تكتب على الالف كذلك يهيئ تكتب على الالف هنا لان حركة الحرف قبلها مكسور الدفء هنا حركة الحرف قبل الهمزة سكون اذا تكتب على السطر الدفء تلك كؤن تلك كؤن اذا حركة الحرف قبل الهمزة هنا مضبوم اذا تكتب على الوا تلك كؤن ينعيد الشتاء كتبت الهمزة المتطرفة على السطر لأن قبلها مد بدأ كتبت الهمزة المتطرفة على الألف لأن ما قبلها منصوب تملأ كتبت الهمزة المتطرفة على الألف لأن ما قبلها منصوب يهيئ هنا كتبت الهمزة المتطرفة لأن ما قبلها مكسور الدفء هنا كتبت الهمزة المتطرفة على السطر لأن قبلها سكون تلكؤ هنا كتبت الهفزر المتضرفة على الواو لأن ما قبلها مضموم السؤال الثاني استخرج الضمائر المتصلة في كل جملة مما يأتي أنتما زرتما سوقين في مدينتكما عفوا في مدينتكما المطلوب مننا استخرج الضمائر المتصلة في كل جملة إذن أنتما عندنا هنا ألف الاثنين زرتما كذلك ألف الاثنين هنا مدينتكما عندنا هنا الكاف هي كاف المخاطبة وكذلك ألف الاثنين نمر إلى الجملة الموالية راقتني أروقة السوق راقتني أروقة السوق عندنا هنا يدامير متصل لهو يا المتكلم راقتني أروقة السوق الأطفال يحرصون على نظافة مدرستهم إذن الأطفال يحرصون عندنا هنا يواو الجماعة ضامير متصل على نظافة مدرستهم الغائب نكسب لكم الضمائر باش تبقوا عاقلين عليها أنتما ألف الاثنين زرتما ألف الاثنين كذلك مدينتكما كاف المخاطبة وألف الاثنين راقتني ياء المتكلم يحرصون والجماعة مدرستهم هاء الغائب نمر إلى السؤال رقم ثلاثة أضع الضمائر المتصل المناسب في الفراغ المناسب مما يأتي أن هناك ضمائر متصل هم هناك هواكم إذن غد نوضع ثلاثة الضمائر متصلة لأننا عندنا ثلاثة الفراغات مناسبة إذن أيها المتعلمون متعلمون عليكم عليكم مذاكرة دروسكم جيدا البنات يزرن السوق أسبوعيا إذن بنعيد أيها المتعلمون عليكم مذاكرة دروسكم جيدا البنات يزرن السوق الأسبوعية أفوا السوق أسبوعيا البنات يزرن السوق أسبوعيا نمر إلى السؤال الرابع أملأ الجدول بما يناسب أملأ الجدول بما يناسب إذن لنخرج لزيارة المعمال أين هي أدال الجزم أدال الجزم هي ل لنخرج أدال الجزم هي ل الفئة المضارئ المجزم هنا نخرج لا تنفذ وقتك فيما لا ينفعك لا تنفذ وقتك فيما لا ينفعك إذن أدال الجزم هنا هي لا الفئة المضارئ المززوم تنفذ إذن لنعيد لنخرج لزيارة المعمالي أدال الجزم لي الفئة المضارئ المززوم نخرج لنخرج لا تنفذ وقتك فيما لا ينفعك أدال الجزم لا بفعل مضارئ المززوم تنفذ لا تنفذ نمر إلى السؤال الخامس أدخل أداة الجزم على الجمل الآتية وأغير ما يلزمه التغيير مع الشكل التام إذن سنحاول أن ندخل أداة الجزم لكل من هذه الجمل تعبت بعربة السوق الممتاز تذهب زينب لشراء المنابس ننظف الساحة مدرستنا ونغرس أشجار نعفو إذن سندخل أداة الجزم لكل من هذه الجمل ونغير ما يلزم تغييره مع الشكل التام إذن تعبت بعربة السوق ندخل مثلا لا شنو سيطر هنا الفعل مضارع مضموم لا تعبت لا تعبت بعربة السوق الممتاز تذهب زينب لشراء الملابس ننظف أدد الجزم لم 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 تذهب زينب لشراء الملابس ننظف ساحة مدرستنا ونغرس الأشجار نديره هنا لم ننظف ساحة مدرستنا نزيد ولم 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 نغرس أشجارا هذا فقط للتوضيح نكتب لكم الجمل هنا عندي لنكتب لا تعبت بعربة السوق الممتاز لم تذهب زينب لشراء الملابس لم ننظف ساحة مدرستنا عفوا ولم ولم نغرس أشجارا ولم نغرس أشجارا سؤال السادس والأخير وركب جملة تتضمن فعلا مدارعا منصوبا وهمزة متطرفة وضميرا متصلا إذن سنركب جملة واحدة فقط تضمن فعل مدارعا منصوب وكذلك كلمة فيها همزة متطرفة وكذلك ضمير متصل مثلا لن تذهب إلى مدرستك مساء لن تذهب إلى مدرستك مساء لن تذهب إلى مدرستك مساء هدنا هنا فعل مدارع منصوب نصب لأن جاءت قبله أداة أداة سميتو عفوا أداة جزم هدنا هدنا ضمير متصل وهي الكاف وهمزة متطرفة كذلك لن تذهب إلى مدرستك مساء هدنا أداة أعزائي عزيزات الكرام متابعي قناة ايكول شاد لكندا هو الفيديو اليوم تطبيقات كتابية الهمزة المتضرفة و الضمائر الملتصرة جزم الفعل المضارعي الوحدة الرابعة الأسبوع الثالث سفحة 142 من كتاب اللغة العربية المفيد في اللغة العربية المستوى الرابعة ابتدائي نتمنى أنكم تكونوا استفتما في الفيديو هذا إلى فيديوهات قادمة إن شاء الله أهدمتم في رعاية الله مع السلامة اشتركوا في القناة